اشتركوا في القناة واحد ثلاثة اذار مارس القمر ما زال موجود في برج الثور في منزلة الهقعة اغلب اليوم رح يكون طبعا منزلة الهقعة معروف انها سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة ولكن في اشياء نافعة فيها يعني مثل استخراج السموم او استخراج اي شيء ضار ومن الافضل عدم البدء باي شيء او اي عمل جديد بهاي الفترة وحكينا انه القمر لما بكون موجود في برج الثور نشعر بالحذر اكثر ومن ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب ان نعتمد على انفسنا ماديا وان لا نفكر في اقتراض المال من مصرف او من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهد التلفزيون او قراءة قصة او اي شيء له علاقة بالداخل البيتي بالنسبة لزوايا الفلكية اول زاوية فلكية راح تكون راح تكون هي بعد الحلقة زاوية التزديس ايجابية راح تكون بين القمر ونيبتون في تمام الساعة سبعة او تسعة واربعين دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولي ويتعزز الخيال الخصب ويغبقوا عنا الحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم من يعملوا في مجالات ذات صلة بالمجالات الفنية مثل ديكور تجميل الفن شغلات المثل هيك اما الزاوية التي تليها هي زاوية تتليف ايجابية راح تكون برضو بين القمر والمشتري راح تكون الساعة عشرة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ومنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول اننا نساعدهم قدر الامكان بتلوح الفرصة لمكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما الزاوية التي تليها هي زاوية تتليف ايجابية راح تكون بين القمر وبلوتو في تمام الساعة ثمانية وثلاث دقائق صباحا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما الزاوية التي تليها وهي اخر زاوية راح تكون زاوية تتليف ورضو ايجابية بين القمر وزحل في تمام الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة عند المغرب مساء بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حسب الشعور بالمسئولية بعدها مباشرة بصير خلو المسار خلو المسار بكون الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني الفترة اللي بتكون بين الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة للساعة سبعة وعشرين دقيقة هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بعد هاي الفترة يعني بعد الساعة سبعة وعشرين دقيقة بكون القمر انتقل للجوزة عشان هيك ما رح نحكي عن الانتقال وتأثيراته وبكرا ان شاء الله رح نحكي عنه ونحكي عن الزوايا اللي رح تتكون وبما ان القمر رح ينتقل للجوزة يعني خلو المسار القادم رح يكون يوم اربعة ثلاثة رح يكون في تمام الساعة ثنتين وتسعة عشر دقيقة صباحا ورح يستمر حتى الساعة اربعة وخمس وعشرين دقيقة صباحا بعدها القمر بنتقل للسرطان بالنسبة لعمر القمر القمر اتجاه اكتمال المربع يعني بده صير مربع كمان يومين عمره سبع ايام في تمام الساعة سبعة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره ثمان ايام نسبة الإضاءة خمس وثلاثين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعه وتحركاته خلال اليوم والفترة القادمة الشمس في الحوت حتى عشرين ثلاثة مزاجه سعيد القمر في الثور اتجاه والجوزاء حتى اربعة ثلاثة مزاجه سعيد اعطارد في الحوت بيتراجع حتى يوم اربعة ثلاثة وبعدها برجع للدلو مزاجه منتحس الزهرة في الحمل حتى خمسة ثلاثة مزاجه سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة تعاش خمسة وبعدها بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى اثنين وعشرين ثلاثة المزاج سعيد اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدها بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة وبعدها بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد ابلوتو في الجدي حتى خمسة وعشرين أربعة وبعدها بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم يحمل معه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو فجأة تدخل تحسين على ميزانيتكم بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا لا تضيع الفرص وضف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات ناقش ببوضوح هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول بيت الشخصية شايف انا اليوم نفسيتك مش مرتاحة يعني منطرب شوي عندك ضغط نفسي موجود يمكن نوع من الاكتئاب او نوع من الاهمال في نفسك حاول انك تطلع من هاي المرحلة بنوع من التغييرات او شحن نفسك بطاقة ايجابية على اساس انه انت تطلع من هذا الجو اما بالنسبة لبيتك الثاني فهو فعليا مثل ما حكى بتوقعات القمر بالعكس يعني حتى اقوى من ناحية الحظوظ يعني من لاقي انه على مستوى بيت المال اليوم ممكن يجيكو عمل مال من خلال عمل اضافي او نوع من الدعم او قروض او اشي العلاقة في البنوك بالنسبة لبيتك الثالث انا شايف اليوم برضو عندك قدرة على التنقلات والاتصالات اللي عنده امتحان اليوم بنجز بشكل جيد بالنسبة لبيتك الخامس الامور العاطفية جيدة عندك يعني بعض التحركات العاطفية اليوم ممكن تفكر في خروج في نزهة او مغامرة عاطفية او نوع من انواع الترفيه او النزوات يعني حاول انه ما تعمل شيء خطأ لانه برضو بيت السمعة شوي بحذرك اما بالنسبة لبيتك السادس فاليوم عندك قدرة مش عالية جدا ولكن انه بتقدر اليوم تنجز الاعمال الموكلة للك بشكل اعتياذي روتيني بتقدر برضو تحافظ على صحتك اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فهو جيد جدا اليوم تقدر تتباحث مع الشركاء او تعمل مصالحة او مبادرة للاصلاح الاوضاع الماضي اما بالنسبة لبيتك الثامن برضو بدعم الوضع المالي عندك ممكن تجيك بعض الهدايا او المنح او الاموال اللي بتجيه عن طريق شراكة او تعويض او عن طريق البنوك او اموال مستردة يعني بتكون مدين اشخاص فلوس وبتيجيك هاي الفلوس اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف انه شوي اليوم الامور ايجابية بحدية او عالية جدا لدرجة انه بكونوا الامور اليوم باوجها بالنسبة للامتحانات الجامعية تقديم رح يكون ممتاز في كثير منكم رح يفكر بالسفر او التنقل خلال فترة هاي او الاتصالات مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بقضايا قضائية او امور لها علاقة بالتنقلات او التجار اللي بيشتغلوا بالاستراد والتصدير لكن برضو بحذر انا من البيت الثامن بدي ارجع له انه دير بالك من المصاريف الزايدة او اللي ما لها ايداعي اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فبيحذرك انه دير بالك من اي تهور خلال الفترة هاي لأي عمل ممكن انه شوه سمعتك ولا تخالف القوانين لا تدخل بمواجهات مع اشخاص لا تعمل اعمال مشبوهة ما تدخل في اي شيء ممكن يسيء لك وانت ادرى بتشويه السمعة بيجي من اي باب اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه امورك على مستوى الصداقة ممكن تكتشف الفترة هاي اه صديق او خيانة صديق او صديق استغابك او نم عليك او حكي عليك حكي رح يستفزك فدير بالك يعني بيت علاقاتك العمي يعني بحذرك من اي شيء ممكن يخرب علاقاتك او تخسر من خلاله شخص بعز عليك حاول انك انت بالفترة هاي يعني انك تكون ماسك عصابك اما بالنسبة لبيتك 12 فبقول لك انه انجز اعمالك حاول انه ما تخلي الاعمال تتراكم عندك راقب وضعك الصحي بشكل جيد ممكن تشعر ببعض التعاب الصحي او بعض الارهاقات او الامراض اللي بتيجي بشكل عابر فحاول انك تحتاط منها وحاول انه برضو في المقابل انك انت اذا شعرت بشيء غير اعتيادي انك تراجع طبيبك ممكن يكون في شيء اطوي صفحة الماضي بترتفع المعنويات مجددا عشان تكون هاي الفترة فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوظ عالية يعني تعتبر من افضل ايام الشهر هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول انا شايف انه جيد جدا يعني بعطيك طاقة نفسية عالية جدا اليوم هات تشعر بتحسن كبير اهتمام بنفسك عالي جدا عندك حب للتحركات والتغييرات خصوصا على مستوى الشخصية اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه الامور المالية جيد جدا في دعم مالي ممكن يجيك من عمل اضافي او نوع من انواع الهدايا او الهبات ولكن قلل من مصريفك اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات عندك سرعة بديهة عالية وقدرة اقناع عالية جدا ممكن تنشط اليوم بالاجتماعات او الندوات او المناقشات كلها رح تكون لصالحك في منك رح يهتم اما بهاتف نقال او بسيارته اما بالنسبة لبيتك الرابع فبيكمل من بيتك الثالث بعطيك نوع من انواع التعاون مع احد الاخوة وبرضو امور الها علاقة في البيت اهتمام باحد افراد البيت ممكن يكون في مناسبة او خبر سار على مستوى البيت يعني ممكن يكون حفلة او يكون خبر حمل او يكون خبر اه الو علاقة بارتباط زواج او خطوبة وممكن اليوم يكون برضو فيه لقاءات ودية عائلية اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف الامور العاطفية اليوم اعلى من الطبيعي فاليوم عندك نوع من انواع القابلية للتواصل مع الحبيب او مصالحة او مبادرة لمصالحة عندك برضو افكار باللهو او الفرح او المرح او النزوات او الاشياء اللي مثل هيك اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه اليوم عندك قدرة على انجاز كثير من الاعمال الموكلة للك وممكن اليوم تحقق انجاز جيد على المستوى الصحي اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف انه اليوم برضو اهتمامك رح يكون على مستوى الشراكة المالية والعاطفية ممكن تناقش امور مالية او امور عقود او امور عاطفية مع الزوجي مثلا او الزوج لا مصالحة او لا خطة مستقبلية اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف اليوم برضو في نشاط بنكي او بنوك او شيء لعلاقة بالمواريث او الورثة وممكن شيء له علاقة بدعم او فلوس ممكن تجيك من تعويض او من شراكة اما بالنسبة لبيتك التاسع واللخول الاعلى بالحضوض هذا النهار فبيدعمك على مستوى الامتحانات وبدعمك على مستوى السفر في منك رح يفكر بالسفر او يغامر بالسفر في منك رح يعمل اتصالات كثيرة خلال هذا النهار مع اشخاص اجانب او من خارج البلاد في منك ممكن يبدأ بعلاقة غرامية من خلال مؤسسة تعليمية مثل الجامعة او مدرسة او في اشخاص اللي هم علاقة في هذا المجال وفي نقطة بدي احكيها انا للاشخاص اللي عندهم اقامات منتهية وحابين يجددوها او يطلبوا فيزا للهجرة هذا يوم مناسب جدا لهاي الامور اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه الامور ضغطة على بيت السمعة فعشان هيك حاول انك انت ما تخالف القوانين ما تعمل اشياء مشبوهة ما تدخل في مشاريع مشبوهة ما تدخل في اي شيء ممكن يشوه سمعتك وحاول انك ما تدخل باي نقاشات حدي مع زملائك في العمل او رؤسائك في العمل حاول انه انت تمسك اعصابك اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى العلاقات العامة فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة او عزومة او حضور مناسبة معينة او لقاء صديق قديم او جديد وحاب تتواصل انتوية في منكم ممكن يتعاون معهم لحل مشكلة معينة او لمساعدة في امر معين اما بالنسبة لبيت متعبك فهو بضغطك يعني في بعض الاوقات لدرجة انه بتحس انه انت مرهق تعبان مش جايع بالك تكمل الاشغال اللي بين ايديك حاول انك انت تنجز العمل المهمة وتخلد للراحة وراقب وضعك الصحي برضو من التعب والارهاق ممكن يسبب لك اي اعراض جانبية في منكم ممكن يهتم في شخص او يقوم بزيارة مستشفى لزيارة عيادة صديق او معرفة او شخص بعز عليه وفي منكم ممكن يهتم بسجين او بالسجون برج الجوزاء يوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وانجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون الاهمال بصحتكم بسود الهدوء والملل وبتراوح اعمالكم مكانها وبتخيب اعمالكم لسبب او لاخر لا توقع على عقد ولا تحسم امر فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف ايش الخارطة الفلكية بتحكي لك على حسب بيتك الاول انا شايف انه نفسيتك فعليا هي مضغوطة عندك ضغط نفسي كبير ما عندك اهتمام بنفسك بالعكس الطاقة السلبية بتسيطر عليك بشكل كبير اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف الامور يعني بتحسن بالامور المالية في منكو ممكن يحصل على دعم او يحصل على اموال من خلال عمل اضافي وفي منكو رح يهتم في امور لها علاقة بالقروض او المساعدات او الهبات اما بالنسبة لبيتكم الثالث فانا شايف الامور ممتازة على مستوى التنقلات والاتصالات وحتى التواصل مع اشخاص يعني تقدروا تقنعوهم بوجهة نظركم اللي عنده امتحان رح ينجز بشكل جيد جدا اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف عندك اهتمام على مستوى البيت في اخ او اب او احد افراد المنزل وممكن اليوم يكون فيه نوع من انواع الاجتماع العائلي او نقاش مسألة معينة بتطلب تدخلك او ابداء رأيك اما بالنسبة لبيتك الخامس فالامور العاطفية عندك مش باوجهة ولكن انه الها اهتمام عندك يعني منقدر نحكي شبيه بالروتين يعني بتقدر تتجاوب معه وتتجاوب تتواصل مع الحبيب بطريقة جيدة جدا خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه عندك اهتمامات كثير اليوم لها علاقة بالاعمال ممكن تنجز كثير من الاعمال المو كالي لك وممكن انه يكون فيه اموال اليك من خلال باب العمل او التصنيع في منكم ممكن اليوم يهتم بصحته او بصحة احد المقربين لا الو اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف انه الامور جيدة جدا خلال هذا النهار على مستوى الشراك المالي والعاطفية اما عن طريق شغل عمل او عن طريق تواصل لصلحة او مبادرة بتغيير معين او مشروع جديد او فكرة جديدة اما بالنسبة لبيتك الثامن فهو بيحكي لك انه ممكن تحصل على اموال ابتيجيك هاي اما عن طريق تعويض او شراكة شراكة مالية او عاطفية اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف برضو الامور السفر والاتصالات البعيدة اه ممتاز خلال هذا النهار ممكن عنده امتحان جامعي اليوم يقدم بشكل ممتاز جدا وممكن منكو اشخاص تسافر او يكون عندها سفر فحاولوا انه انتو اه تتحركوا بشكل ايجابي هذا النهار وتستغلوا منه اه كل شيء ايجابي اما بالنسبة لبيتكم العاشر بيت السمعة فهو ضاغط عليكم بشكل كبير فعشان هيكي منحذركم من اي شيء ممكن انه يكون على مستوى السمعة يشوه سمعتكم مثل مخالفة قوانين او الدخول بمشاريع مشبوهة او افكار مشبوهة او المجازفة في امر ممكن المجازفة هذه تشوه سمعتكم او اياكم من المواجهة مع زميل بالعمل او رؤساكو بالعمل او تخلوا الاعمال عندكو تتراكم اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه اليوم يعني في نوع من انواع الحدية بالتعامل مع اصدقائك او على مستوى علاقاتك العامة وممكن حتى انك ما تتواصل معهم يعني اذا اتصلوا عليك ما ترد عليهم وممكن انه بعضكو يكتشف اشخاص افشد سر الهم من الناس المقربين فيزعل ويحاول انه يواجهوا يعني بنصحك انه بلاها واتركوا الموضوع لانه ما في اشي بستهل انك انت تتهز بدنك بزيادة اما بالنسبة لبيت متعبك فهو بيأكد على موضوع القمر انه انت بتشعر بضغط جسماني وفي امور كثيري ما بتكمل وبتلاقي انه في نوع من انواع الملل عندك بتحاول انك تنجز بس الاعمال المهمة من اعمالك وتخلد للراحة خلال هذا النهار يعني فقية فارغة من بعض الطاقة ولكن انه برضو في امور احنا ذكرناها بتقدر تستفيد من خلالها برج السرطان بتكونوا مسرورين اليوم من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم كون مخلص لصداقاتك ووعودك يعني قد ما ممكن انك تحصد على تأييد او تحصد تأييد لا بأس فيه خلال هذا النهار كثف ارتباطاتك استطعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بتفرح بانتصار مهني او اجتماعي هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول انا شايف انه الوضع المستوى النفسي جيد اليوم عندك قدرة على التحرك والدراسة الاهتمام بمظهركم بشكلكم ممكن قصة شعر او لباس او هندام جديد اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه فيه اللي بيشتغلوا على مستوى العمل الاضافي اليوم ممكن يجيهم فلوس واللي ممكن يطلب قرض من بنك اليوم يكون الامر ايجابي لالو وممكن تيجيك على شكل هدية او هبة اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه اليوم في عندك كثير من التحركات والاتصالات حاول انك تستغل هذا النهار لانه القمر اكيد رح ينتقل عندك خلال النهار خلال هذا النهار فيعني هذا الاشي رح يرهقك خصوصا في الليل لانه رح يكون القمر في بيت متاعبك فحاول انك تستغل هذا النهار بالتنقلاتك واتصالاتك اللي عنده امتحان رح يقدم بشكل جيد جدا اما بالنسبة لبيتك الرابع فاليوم في نوع من انواع الاهتمام باخ او اب او ام او احد افراد العائلة في مسألة معينة ممكن يكون اجتماع عائلة او فرح عائلة او مناسبة سعيدة تكون من خلال البيت في منك رح يهتم في بعض التصليحات او المشتريات اللي لها علاقة بالمنازل اما بالنسبة لبيتك الخامس اليوم عواطفك شوي جياشة عندك اهتمام بالحبيب او تتذكر حبيب او قصة عاطفية قديمة بتحاول انك انت تستفسر او تسأل عنه او حتى ممكن انك تتواصل معه حاول انه هذا النهار يعني فيه ايجابية عالية في هذا الباب فلو كان فيه خصام بينك وبين الحبيب وحابب انك تتواصل معه فاليوم ايجابي اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه انت مش قادر تنجز كثير من الاعمال الموكلة للالك فممكن تتراكم عندك الاعمال وممكن انك تشكو من بعض الاعراض الغير اعتيادية بالفترة هاي فاذا شعرت باي تواعق صحي راجع طبيبك اما بالنسبة لبيت الشراكة فانا شايف انه ضاغط عليك باب الشراكة العاطفية والمالية يعني في منكم ممكن يكون على خلاف مع زوجته او زوجه ويحاول انه يعني ما بيحاول انه يحلها بالعكس بيحاول انه يولع الامور بزيادة ويزيد المشاكل بزيادة بعصبيته حاولوا تمسكوا عصابكم ما في داعي لا توسيع الثغرة او توسيع المشاكل في خلال هذه الايام اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه في نوع من انواع المطالبات المالية يا اما بتكون من شريكك بالعاطفة او شريكك بالعمل وممكن بعض الالتزامات تتراكم وممكن تفقد بعض المقتنيات في خلال هذا النهار او تنسرق مثلا او اداين اشخاص فلوس او تكفى الاشخاص وما يرجعوا يلتزموا معاكو اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف انه ايجابي على مستوى الامتحانات الجامعية على مستوى السفر على مستوى التنقلات والاتصالات مع الاجانب او تعلم لغة جديدة او حتى الدراسة واللي حابب يسافر او يقدم لفيزا الايام هاي مناسبة واللي حابب يجدد اقامته برضو هذا يوم مناسب اما بالنسبة لبيت السمعة فانا شايف على اعلى اوج الخطر فيه والتحذيرات فعشان هيك حاولوا ما تدخلوا بايشيء مشبوه او مخالف للقوانين عشان ما تشوهوا سمعتكم حاول ما تبادر بايشيء ممكن يشوه سمعتك في خلال هذه الايام ولا تدخل باي نقاشات حدي لا مع زملائك في العمل ولا رؤساك في العمل اما بالنسبة لبيتك فانا شايف انه على مستوى الصداقة حتى انت اليوم حاد جدا يعني ممكن اليوم تختلق مشكلة او تعصب على صديق او على رفيق لالك او على معرفة والامر يوصل لمرحلة انه يعني تصير فيها ملاسنات امسك حالك بدون عصبية اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا شايف ان الامور ما فيها اي ضغط عليك بالعكس اليوم انت بتقدر تنجز بعض الاعمال الموكلة لالك وعندك اهتمام خاص بصحتك ممكن يكون فيه نوع من انواع الزيارات اما لطبيب مختص او لمستشفى او لا سجن لزيارة مسجون مثلا يعني عندكو اهتمام بالمؤسسات الكبيرة برج الاسد يوم مناسب لمن يبحث عن عمل او يرغب في ادخال تعديل عليه تحمل هاي الفترة ضغوط على عدة اصعدة ممكن تكون ايام متوترة بتنتظرك مواجهة او ارتباط مهم بسبب بسبب لك نوع من انواع التوتر حاذر العناد والمشاعر السلبية هيك القمر بحكي لك هلنا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول انا شايف انه نفسيا انت اليوم مش مرتاح يعني بتسلل لك نوع من انواع الاكتئاب او الملل او حاسس انك انت مش مبسوط يعني فيه اشي بمأثر على نفسيتك بشكل سلبي حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتهتم في حالك شوي بتلاقي انه الامور تغيرت اما بالنسبة لبيتك الثاني فاليوم فيه فرصة للحصول على اموال من عمل اضافي او ممكن يجيك على شكل هدية او هبة او مساعدة او نوع من انواع التعاطف حاول انك انت تقلل من مصاريفك اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه عندك اليوم كثير من التحركات والاتصالات والتنقلات في منها رح يكون مثمر وذا نتائج طيبة اللي عنده امتحان اليوم يقدم بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه فيه اهتمام لزيارة او اجتماع عائلي او امر يخص البيت وممكن يكون فيه فرحة حتى او خبر مفرح جدا على مستوى البيت ممكن يكون من احد الابناء مثلا فيه اهتمام رح يكون باب او ام او اخ او تواصل معاهم اما بالنسبة لبيتك الخامس فاليوم انت ممكن تتحسس من تصرف من الحبيب فهذا الشيء ممكن يزعجك ممكن يسبب لك نوع من انواع التوتر وممكن يحتد اذا انت ما مسكت حالك يطور لمرحلة الخلاف حاول انك تمسك حالك وحاول انك ما تغامر برضو على مستوى النزوات والاشياء اللي فيها نوع من انواع الترفيه اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه صحتك يعني انت مسيطر على الاوضاع العام بالنسبة للصحة وعندك قدرة للوصول لشخص يساعدك او لطبيب يوصف لك العلاج الصحيح وفي منكم رح ينجز كثير من الاعمال الموكلة لاله وبالعكس ممكن يوكله كمان اعمال ويكون هو بيد المسئولية بانجاز هذه الاعمال اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف على مستوى الشراكي المالي والعاطفي لامور مستقرة حاول قدر الامكان انه اليوم اذا عندك مشروع او فكرة لتطوير شيء الاعلاقة بالشراكي انك انت اتبادر فيه اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه اليوم ممكن يكون فيه نوع من انواع المطالبات المالية اللي اللي لها علاقة بالمؤسسات الكبيرة مثل بنك مثلا او ضريب الدخل او شيء العلاقة بتأمين او شراكي يعني ممكن انها تصير مطالبة من هذا الباب اما بالنسبة لبيتك التاسع فكثير منكم بفكر في هاي السفرة بالسفر او باشخاص خارج البلاد او انتحانات جامعية او تخصص جديد او اطلاع على لغة جديدة كل اللي انا ذكرته هذا رح يكون ايجابي واللي حابب يسافر او يقدم لهجرة الايام هاي مناسبة واللي حابب يجدد اقامته برضو ايام مناسبة اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا بقولك هنا بدك تحذر من بيت السمعة لانه حاد جدا لدرجة انه بيهدد سمعتك بان اي تصرف في مخالف تكون مخالفة قوانين او مواجهة مع رجال الامن او على مستوى التقصير بعملك او المواجهة مع زملائك بالعمل او رؤساك بالعمل يعني ممكن يصير فيه نوع من انواع ترك العمل بسبب مشكلة معينة احاول انه ما تعمل اي شيء بشوه سمعتك مهما كان صغير او كبير اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه فيه اشيء الو علاقة بالصداقة اليوم بيدعمك بشكل ممتاز ممكن صديق يدعمك بمسألة معينة مساعدة معينة امر الو علاقة بالدعم فيه منكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة او مناسبة او زيارة او او لمة او ممكن عزومة حتى على طعام او على شراب اما بالنسبة لبيتك 12 فانا شايف بيت متاعبك بضغطك فبتشعر انه في لحظات انت متوعق صحيا وفي لحظات انت كسول مش قادر تنجز اي شيء ممكن تتراكم عندك الاعمال حاول تنجز الاعمال المهمة وحاول انك تخلد للراحة يعني ما فيه داعي انك ترهق حالك كثير مرج العدراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في السفر والاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بحباكم تطمئن خواطرك هذه الفترة وممكن ترغب بخوض تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقاف جديدة او مجال ما من اجمل ايام الشهر هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخرطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول انا شايف انه ضاغط على نفسيتك بشكل كبير ممكن انه بسبب تواجد الشمس مقابلك ممكن بسبب تراجع عطارد برضو مقابلك يعني كلها هاي امور بتضغط بشكل كبير وبتسحب من طاقتك فعشان هيك ممكن على المستوى النفسي انت مضغوط اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف المستوى المالي جيد جدا افكارك تجارية بحتي اللي بيشتغلوا بالعمل الاضافي ممكن يستفيدوا بشكل ممتاز جدا خلال هذا النهار وممكن تحصل على هدية او امور لها علاقة بالبنوق اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف ان الامور ممتازة على مستوى التنقلات والاتصالات والمناقشات واقناع الاطراف الاخرى بوجهة نظرك عندك سرعة بديهة عالية ممكن انها تساعدك في كثير من الامور وفي منك رح يهتم بمسألة لها علاقة بالسيارات او بالاتصالات اما بالنسبة لبيت البيت بيتك الرابع فانا شايف انه امور الاهتمام بالبيت اقل شوي يعني الامور الروتينية فعشانك الامور مسيطرة عليها بتقدر اليوم انت اتمشي الامور بشكل ممتاز جدا ما فيه اي شيء بيستدعي القلق تبعك الا انه ممكن تهتم بصحة احد المقربين لا اليك او من اهل البيت تحديدا اما بالنسبة لبيتك الخامس وهذا اللي انا بدي احذرك منه هي علاقتك العاطفي حاول انه انت تمسك نفسك اليوم من اي علاقة عاطفية او مع اي علاقة عاطفية لانه اليوم نسبة الغضب عندك عالية جدا فممكن تختلق المشاكل او تتصرف تصرف يكون ارعن خلينا ابدك تاخذنيش على الكلمة فانه يسبب خلاف كبير ما بينك وبين الحبيب يعني ما رح تمسك اعصابك في تصرفاتك فتكون مؤذي اما بالكلام او بالافعال حاول انك انت تمسك نفسك قدر الامكان وما في داعي اليوم لا للنزوات ولا للمغامرات حاول انك انت برضو تتجنب المخالفات في هذا النهار اما بالنسبة لابيتك السادس فهو بدعمك بشكل ايجابي جدا بيساعدك في بعض الامور على مستوى العمل او انجاز العمال الموكلة لا اليك وبرضو ممكن يكون فيه نوع من انواع الاهتمام بالصحة اما بالنسبة لابيتك السابع فانا شايف على مستوى الشراك المالي والعاطفي فهو جيد تماما او جيد جدا بمعنى اخر ممكن انه يساعدك في التواصل لا حلول بينك وبين الشركاء ما شريك شريكك بالعاطفي او شريكك بالعمل اما بالنسبة لابيتك الثامن فانا بقولك بدك تدير بالك هذا بيت مش سهل فمنرجع من اكد على النزوات ومن اكد على الامور اللي الها علاقة بالفضائح حاول انه ما تخوض اي امور تسبب لك هذا الارق في ممكن يصير في نوع من انواع الفقدان لبعض الحاجيات او بعض المطالبات المالية او ممكن تخسر فلوس خلال هذا النهار اما بالنسبة لابيتك التاسع فانا شايف انه اليوم في كثير من الحركة والاتصالات اللي عنده امتحان رح ينجز بشكل جيد في منك اللي بيفكر بالسفر رح يكون موفق بسفره اللي بيشتغل في مجال لاستراد والتصدير هذا يوم مناسب وممتاز جدا حتى على مستوى التعليم برضو ممتاز جدا اما بالنسبة لابيت السمعة بيتك العاشر فبرضو بيحذرك من اي عمل ممكن انه يشوه سمعتك يعني في تحذيرات كثير انا شايف كلها على مستوى السمعة حاول انك تمسك حالك من اي مخالفة خلال الفترة هاي وحاول انك ما تخالف القوانين ولا تدخل باي شيء مشبوه ولا حتى لو كان شيء صغير اما بالنسبة لابيتك 11 فانا شايف انه جيد جدا اليوم تقدر تتواصل مع الاصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او ممكن يكون في نوع من انواع التكريم لا اليك اما بالنسبة لابيتك 12 فانا شايف انه في نوع من انواع الضغط على بيت متاعبك يعني بحذرك من بعض الاشخاص اللي ممكن بتكيد لك او بتتأمر عليك من الخفاء حاول انك تكون حذر انجز الاعمال الموكلة للك وما تدخل في اي مواجهات حادي او تحتد خلال الفترة هاي حاول انك ما تدخل بمواجهة مع زملائك بالعمل ولا رؤساك بالعمل ولا تتأخر عن انجاز اعمالك وراقب وضعك الصحي برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي الوصل بشراك او تعويض صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوترات السائدة لا تغامر بموقعك حاذر من النزاعات والتذمر والتمرد قم بواجبك بشكل تام هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخرطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول انا شايف امورك النفسية اليوم احسن في نوع من انواع يعني الراحة النفسية عندك ثقة بنفسك عالية رغم كل الضغوط ولكن انت بتقدر تشحل حالك بطاقة ايجابية بشكل سريع جدا اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه الامور المالية راح تكون جيدة اذا انتباهت وسعيت في هذا المجال وخصوصا في الاعمال الاضافية او ما في انتجيك هدية او منحة او شيء الاعلاقة بالقروض اما بالنسبة لبيتك الثالث فهذا بدي حذرك منه دير بالك اثناء التنقلات والاتصالات دير بالك من عطل سيارة او خراب بالسيارة او خراب جهازك النقال اللي عنده امتحان بده ينتبه بشكل جيد واليوم ما تدخل باي مواجهات لانه راح تكون انت الخاسر لانه انت مخربط وما راح تكون مركز اما بالنسبة على بيتك الرابع ممكن الخلافات تمتد ما بينك وبين احد الاخوي او ما بينك وبين احد الابناء او الوالدين او مشاكل على مستوى البيت حاول انك تمسك اعصابك وما تتهور عشان الامور ترميمات او تصليحات منزلية يعني ترهق او اه يعني حتى لو ع مستوى ترتيب وتنظيف بيت فممكن ترهقك وتتعبك في منك راح يهتم بصحة احد المقربين لا الو اه كاب او اخ او ابن اما بالنسبة لبيتك الخامس فالامور العاطفية عندك مستقرة لقدر تسيطر عليها بروتينها بتقدر تتعامل فيها بشكل جيد ما فيه اي مشاكل على المستوى العاطفي اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه الامر مرهق على المستوى الصحي فيه الاهتمام اما بزيارة الطبيب او مسألة طبية اه فيه بعض الاعمال ممكن تتراكم عليك لا تحاول انك تحمل اكثر من عمل مع بعض او تقس يعني تحمل مجموعة من الاعمال على اساس انك تنجزها خلال هذا النهار فانتي ما راح تقدر تتمكن انك تنجزها ممكن تتراكم عليك اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف على مستوى الشراكي انت مضغوط فممكن يسبب لك هذا الضغط نوع من انواع الخلافات مع شريكك بالعمل او شريكك بالعاطفي وحاول اذا عرض عليك اي ورقة توقعها خلال هاي الفترة تأكد منها بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك الثامن فشايف الامور برضو ضغط على المستوى البنوك فحاول او الديون او الاموال اللي لها علاقة بالشركاء شركاء مال او عاطفي ممكن زوجتك او زوجك بده منك فلوس او يضغطك عشان ياخذ فلوس منك وحاول انك تقلل من مصاريفك او تحافظ على اموالك او اوراقك من الضياع في الفترة هاي اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف انه اليوم في منكو ناس بتفكر بالسفر او الاتصالات البعيدي او الاهتمام بامتحانات او مناقشات دراسية او على المستوى التعليمي كلها هاي امور ايجابية اللي بفكر حتى انه يجدد اقامة او يطلب فيزا للسفر او الهجرة في خلال هذه الايام برضو راح تكون ممتازة ولصالحه اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فبدك تدير بالك من اي امر بشوه السمعة حاول انك ما تدخل بايشي مشبوه ولا اي مواجهة مع رجال الامن او القانون او القضاء او حتى مع الاشخاص اصحاب النفوذ وحاول انك تنجز الاعمال المكللة اليك وما تدخل بمواجهات مع رؤسائك بالعمل او زملائك بالعمل وحتى على وحتى على مستوى البيت حاول انك انت تنجز الاعمال المطلوبة منك داخل البيت بدون ما تتدمر وتتأفأف اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف اليوم ممكن تتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او ممكن مبادرة من صديق او زيارة اصدقاء او لمة فيها نوع من انواع الود والالفة اما بالنسبة لبيتك 12 فانا شايف بيت متعبك ضغط عليك فعشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي وبدك تنجز الاعمال الموكلة للك وحاول انك تخلد للراحة برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكتكم حافظ على هدوء عصابك ونبرد صوتك بتكون الضغوط كثير حاذر من تأزيم اي خلاف وحاول انه يكون كلامك واضح تفادي لاي سوق تفاهم هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش تحكي لك بالنسبة لبيتك الاول هو ضغط عليك نفسيا بشكل كبير لدرجة انه انت مش قادر تركز اليوم على نفسك نهائيا مزاجك مضغوط مكتئب في طاقة سلبية موجودة كثيرة موجودة حواليك فحاول انك انت تتجاوزها وتطلع من هذا الجو باي طريقة عشان تحسن مزاجك وشخصيتك اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه اليوم في بعض الفرص لمال من عمل اضافي وممكن بعضك يحصل على هدية او دعم او مساعدة في منكم ممكن يتجه للبنوك ويحصل على بعض المساعدات او القروض اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه اليوم انت مش مركز تماما لدرجة انه انت مشحون بعصبه عالي جدا نفسيا ولفظيا فعشان هيك يبدأ تدير بالك اليوم من اي مواجهة او نقاش حاد جدا او كلمة ما تنفهم بالشكل الصحيح فتحتد فيها فيصير خلاف وحاول انه برضو ما تغامر على مستوى القيادة بالسيارة ممكن اليوم لا قدر الله يصير معك عطل مفاجئ بالسيارة او بجهازك الهاتف او تتعرض لحادث لا سمح الله حاول انك تكون مركز واللي عنده امتحان ما يعتمد على الحض اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى البيت ممكن تهتم باحد افراد البيت او ويكون فيه نوع من انواع الاجتماع المنزلي او النقاش المنزلي لحل مشكلة معينة اما بالنسبة لبيتك الخامس فعلاختك العاطفية يعني برضو ضغطة بعصبية فممكن عصبيتك هاي وسرعة يعني الانفعال تبعك او قدرة الانفعال تاعتك هي تسبب لك مشكلة مع الحبيب حاول انك تمسك اعصابك ما في داعي للمغامرة الحضوض معدومي بالفترة هاي فما رح يساعدك الامر اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه الامور برضو على المستوى الصحي ضغطيتك حاول انك تراقب صحتك وحاول انك تنجز الاعمال المو الاعمال عندك اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف انه الامور جيدة عن مستوى الشراك المالية والعاطفية فتقدر اليوم انك تطرح فكرة الها علاقة بمشروع معين او تطوير معين او توقيع عقود يعني الامر رح يكون ايجابي اما بالنسبة لبيتك الثامن اليوم ممكن تحصل على دعم مالي ممكن اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف انه في منك ناس بتفكر بالسفر الفترة هاي ممتازة للسفر او لا التنقلات او لا تجديد اقامة او لا طلب فيزا او هجرة يعني الامور على كل المستويات جيدة واللي عنده امتحان رح يأدي امتحانه بشكل جيد خصوصا الامتحانات الجامعية اما بالنسبة لبيت السمعة فهو ضاغط بشكل كبير جدا عليك حاول انك ما تدخل اي مجازفات او تهورات او مخالف للقوانين او مخالف للأعراف والتقاليد حاول انه ما تدخل اي شيء الا علاقة بتشويه السمعة حاول اللي بيشتغلوا في المؤسسات الكبيرة ما يدخلوا بخلافات مع زملائهم بالعمل او رؤساهم بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يصير فيه نوع من الاهتمام بصديق معين او بمشكلة صديق معين فانت تبادر بمساعدته او هو يبادر في مساعدتك او حتى لو الاشارة عليه او يشور عليه او يشور عليك يعني الوضع اجمالا على المستوى العلاقات العامة هو جيد ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي او مناسبة اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو امن بالفترة هاي يعني تقدر يعني تنجز اعمال مو كالي لك تقدر اليوم تهتم بصحتك بشكل جيد في نفس اللحظة ما في حدا بقدر انه يقربك بالفترة هاي ويكيد لك حاول تستغل اليومين هدول يعني بتدعيم مواقفك وافكارك فترة ايجابية برج القوس رغم تراكم العمل انتم قادرين على انجاز حصة الاسد منه نظموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة تتلاحق الاتصالات وبتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر تهتم بانشغالات مالية او تساؤلات حول قدراتك على التحمل لا تشك بنفسك ممكن يكون عندك بعض الانشغالات الصحية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك طبعا بالنسبة لبيتك الاول هو بمنحك طاقة عالية جدا خلال هذا النهار نفسيتك احسن عندك قدرة على انجاز كثير من الامور اللي الها علاقة بالنفسية والشخصية اما بالنسبة لبيتك الثاني ففي نوع من انواع ضغط المالي عليك في امور بتتراكم بشكل واضح جدا حاول انك انت تقلل من مصاريفك وتحافظ على الاموال اللي بين ايديك وتحاول انك ترسم خطة للفترة القادمة اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه اليوم عندك كثير من التحركات والتنقلات والاتصالات عندك نشاط هائل جدا خلال هذا النهار حاول انك تستغلها بشكل ايجابي اللي عنده امتحانة رح ينجز بشكل جيد واللي عنده مقابلة او مناقشة اليوم بيقنع اي شخص بوجهة نظره اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف انه في ضغط على مستوى البيت اهم اش انك ما تنفعل وما تحتد وما تختلق المشاكل على المستوى المنزلي حاول انك انت تمسك اعصابك ممكن بعضك ويصير عندهم اعطال في اجهزة او اشياء لها علاقة في البيت فيهتم بصيانتها او معالجتها اما بالنسبة لبيتك الخامس بيت العاطفي فانا شايف انه ضاغط عليك بشكل كبير اليوم ما تحاول تختلق اي مشكلة مع الحبيب بالعكس حاول انك تمسك اعصابك لانه عندك قابلية الانفجار في اي لحظة وعمل مشكلة ما لها اي داعي حاول انك تمسك اعصابك وتمسك لسانك من التهور والانفعال اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف الامور الصحية جيدة بتقدر تنجز كثير من الاعمال الموكلة لالك خلال هذا النهار وبتقدر تهتم بصحتك او تراجع طبيبك لامور دورية اما بالنسبة لبيتك السابع امور الشراك المالية والعاطفية فهي جيدة بتقدر اليوم انت توقع على عقد او تطرح فكرة مشروع معين او تقنع الشريك بوجه نظرك اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف الامور ضغطة على الامور المالية الي بتيجي عادة من شراك او من تعويض ممكن يصير في بعض المطالبات المالية لدى بعض المؤسسات الحكومية مثل ضريبة او تأمين وحاول انك تحافظ على ممتلكاتك ومقتنياتك من الضياع ولا تكفل حدا ولا تضمن حدا في هذه الايام اما بالنسبة لبيتك التاسع فاللي عنده امتحان اليوم بيقدم بشكل جيد واللي عنده سفر رح يكون ميسر اللي بيفكر بالسفر او الاتصالات او السفر البعيد اليوم بيكون جيد جدا لهذه الامور في منك ممكن يفكر في هجرة او طلب فيزا او تجديد اقامة برضو اليوم هذا مناسب اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فبقول لك دير بالك من اي شيء ممكن يثير التساؤلات عليك او يشوه سمعتك في خلال هذه الفترة حاول تمسك حالك من اي مخالفات بتشوه السمعة برضو في المقابل اللي بيشتغلوا مع المؤسسات الكبيرة ما تدخل باي مواجهة مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف ان الامور على مستوى الصداقة عالية جدا فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او لقاء صديق او ممكن تتعرف على شخص ويكون صديق اليك في الفترة القادمة اما بالنسبة لبيتك 12 فانا شايف بيت متعبك ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك ما بتقدر تنجز كثير من الاعمال المو كللة لك خلال هذا النهار وممكن يتراكم العمل عندك حاول انك انت تنجز بعض الاعمال المهمة وحاول تخلد للراحة وراقب وضعك الصحي برج الجدي بترغبوا في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني لا تبالغوا في تجربة حظكم المالي انت على موعد مع مصالحة او لقاء ودي اتجنب الانتقادات واسعى لتلطيف الاجواء تستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول اتمام العقود والصفقات التجارية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لابيتك الاول هو ضاغط عليك بشكل كبير من الناحية النفسية اليوم انت مشحون بطاقة سلبية منذ الصباح يعني بتحاول قدر الامكان انك انت تتجاوز الفترة هاي بس مش عارف كيف تتحكم فيها عندك اهمال حتى بنفسك على مستوى النفسي والشخصي يعني حتى بلبسك وهندامك اما بالنسبة لابيتك الثاني فانا شايف انه ممتاز جدا على المستوى المالي فممكن اليوم يجيك مال من عمل اضافي او ممكن يجيك على شكل دعم او على شكل هدية او ممكن تجيك هدية حتى اما بالنسبة لابيتك الثالث فانا شايف الامور ضغطة عليك بامور التنقلات والاتصالات بدك تدير بالك اثناء التنقلات من اي خطأ ممكن يسبب لك مشاكل او دير بالك من الحوادث او بعض العطال اللي بتصيب للمركبات او الاجهزة الاتصالات اليوم انت مزاجك غاضب فعندك يعني حدية بالطباع ممكن انت تتفوه باي كلام بدون دراسة او بدون تركيز حاول تمسك اعصابك انت اليوم عصبي المزاج اللي عنده امتحان اللي حاول انه قدر الامكان انه يدرس قبل ما يدخل على امتحانه ما يعتمد على الحضوض اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف الامور البيتية والمنزلية هي اللي بتأرقك اكثر اشي وهي اللي عملتلك حدية في الطباعة اليوم حاول انك انت يعني تتجاوز الفترة هاي تمسك لسانك تمسك نفسك عن الانفعال والتهور خلال هذا اليوم على اساس انك ما تختلق المشاكل وتكبر المشاكل او الفجوة داخل المنزل او مع افراد المنزل حاول انك تمسك اعصابك ممكن بعض يتعرض لعضل المنزلي فياخذ اهتمامه كثير على الصيان او التصليحات او الترميمات في منك ممكن يهتم بمشكلة عائلية او ممكن اهتمام بصحة احد الوالدين اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه الامور يعني شوي لها علاقة في العاطف عالية جدا ممكنين يساعدك الحبيب في مساء المعينة او يخفف عنك الحمل في نوع من انواع الاهتمام بالتواصل مع الحبيب او لقاءات عاطفية او اتصالات عاطفية او حتى امور الها علاقة بالخروج والترفيه اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف الامور اليوم تقدر تنجز كثير من العمال الموكلة للا الك وبترهتم بصحتك او بصحة قريب اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فالامور جيدة على المستوى هات بتقدر اليوم انت تنجز اي شيء اله علاقة بالشراك المالية والعاطفية حتى التقارب ما بينك وبين الشريك اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف الامور على المستوى البيت الثامن ضغطة في بعض الالتزامات المالية ممكن تفقد خصك حاول انك انت او حتى ممكن اوراق ثبوتية يعني تنساها في مكان معين حاول انك انت تركز جيد عشان ما تفقد اي شيء من مختنياتك ممكن تتعرض لبعض الضغط من المطالبات مالية او ذيقة مالية او نوع من انواع الترتيب الحسابات ممكن يصير في نوع من انواع المطالبات على مستوى المؤسسات الكبيرة الحكومية ضريبة او تأمين او تعويض اما بالنسبة لبيتك التاسع فانا شايف انه ضاغط بشكل ايجابي عليك فيما بتفكر بالسفر او فيما يفكر بالترحال او بخروج بالنزهة او القيادة مسافات طويلة الامر ايجابي واللي عنده امتحان رح يكون ايجابي امتحانه اللي عنده مقابلة لعمل مع شركة اجنبية او طرح رسالة او ندوة او شيء مهم كبير ممكن يكون ايجابي وداعم ليله اللي بده فيزا او بحاجة للسفر او تجديد الاقامة تبعته او تأشير الفترة هاي مناسبة جدا اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه الامور ضاغطة على باب بيت السمعة فعشان هيك يحاول انه الفترة هاي انت تتجاوزها بشكل بدون اي مجازفات او مخالفات قانونية او اي شيء ممكن يشويه سمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فانت اليوم ممكن تحتد من تصرف صديق او معرفة فيعني تغضب فامسك حالك قدر الامكان وحاول انك ما تدخل بمواجهات مع الاصدقاء في هذه الفترة حتى لو اكتشفت انه هو اهملك او اساءلك حاول تتجاوز اليومين القادمات لانه رح يضغطوك في هذا المجال وممكن انه الفترة مش مناسبة اما بالنسبة لبيت متعبك وهو اللي بيخفف عليك كثير من هاي الامور اللي احنا ذكرناها فنجد انه ايجابي بشكل جيد فهو بيخفف عليك من ناحية الصحة وبيخفف عليك من ناحية الاعمال الموكلة للايلك وبيحمي ظهرك من الاعداء او الناس اللي بتتآمر عليك بالخفاء فحاول انك تأمن فترة هاي بس انه امسك نفسك من العصبية والانفعال اهم اشي برج الدلو بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية خصص فترة لا بأس بها من وقتك للاهتمام بمتضلبات العائلة الجو ضاغط والمسئولية كبيرة ممكن تكون على مسألة ارتباط مهم ما بجوز انه يكون فيه فشل مصاريف منزلية خلينا نشوف الخرطة الفلكية ايش بتحكيلك بالنسبة لابيتك الاول يعني الامور النفسية فعليا هي ضاغط عليك يعني اليوم انت مهمل بنفسك وبصحتك وحتى بشكلك يعني بكل الامور انت اليوم عندك نوع من انواع الكسل مو فيه نوع من انواع الحدية والعصبية في المزاج اما بالنسبة لابيتك الثاني فانا شايف انه اليوم بتقلب ما بين انه عليك ضغط مصاريف وضغط فلوس ولكن بالمقابل بجيك فلوس من عمل اضافي او على شكل هدية او منحة او هبة اما بالنسبة لابيتك الثالث بدك تحذر من التنقلات والقيادة وبدك تحذر من المواجهات والملاسنات اذا اذا عندك امتحان بدك تدرس بشكل جيد اما بالنسبة لابيتك الرابع فهو فترة بكون ضاغط خلال هذا النهار وباقي النهار بكون ايجابي يعني مشكلة عابرة ممكن يصير فيه عطل منزلي يحتاج لا اهتمامك او مشكلة منزلية تحتاج لا اهتمامك والالتفات لا الها يعني حاول تتعامل معها بعقلانية اكثر اما بالنسبة لابيتك الخامس فانا شايف انه الامور ايجابية على مستوى العاطفي فيه نوع من انواع الحظوظ العاطفية يمكن الحبيب هو اللي يخفف عليك وطئة كل هاي الضغوط فيه منك بفكر فيه خروج فيه نزهة او نوع من انواع التغيير للجو بقوله انه الوقت هذا مش لك بدك تراقب وضعك الصح شوي فيه نوع من انواع الضغط صحيح فيه ايجابية ولكن انا شايف الضغط اكثر من الاجابية خلال هذا النهار اما بالنسبة لابيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فهو جيد على المستوى الشراك المالي والعاطفية بتقدر اليوم تحقق انجازات كثيرة على هذا المستوى حاول انك تستغلها اذا عندك فكرة معين او مشروع معين او تطوير لعملك فالفترة هاي مناسبة اما بالنسبة لابيتك الثامن فهو ضاغط عليك بشكل كبير فعشان اليوم بدك تدير بالك عن مقتنياتك من الضياع او السرقة وبدك تحاول انه قدر الامكان انك تقلل من مصريفك ممكن اليوم تتعرض لبعض الضغط المالي او المسائلات القانونية اللي الها علاقة بالمال عن طريق بنك او ضريبة او شركة تأمين اما بالنسبة لابيتك التاسع فانا شايف انه الامور ايجابية في منك بفكر بالسفر او التنقل فهو الفترة هاي ممتازة واللي عنده امتحان برضو او مقابلة او دراسة او مناقشة رسالة برضو فترة ايجابية اللي بيفكر في تجديد اقامته او طلب تأشير سفر او فيزة سفر برضو هاي الفترة مناسبة وممكن يجيك ودعم من اشخاص خارج البلاد اما بالنسبة لابيتك العاشر بيت السمعة فانا شايف انه ضغط عليك بشكل كبير الفترة هاي حاول قدر الامكان انك انت ما توصل لمرحلة انك تشوه سمعتك حاول انك تحافظ على نفسك وعلى سمعتك خلال الفترة هاي وحاول انك ما تدخل بمواجهات مع زملائك بالعمل او رؤساءك بالعمل اما بالنسبة لابيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او حتى اجتماع اصدقاء او لمة هيك زي ما بحكوها تكون ممتازة وترفح عن نفسك فيها او يكون فيها نوع من انواع المساعدة او الدعم للك او شخص يبادر بمساعدتك اما بالنسبة لابيتك 12 فانا شايف انه الامور على مستوى بيت المتاعب عالية جدا فعشان هيك دير بالك من الاشخاص اللي ممكن بتأمروا عليك بالخفاء حاول انك تكون حذر الفترة هاي راقب وضعك الصحي بشكل جيد وحاول تنجز الاعمال المهمة ما تخليها تتراكم عليك وحاول انك تخلد للراحة برج الحوت بتنشط وفي الدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون عندك نوع من انواع التعامل مع اخ اوجار تتمتع بخدرات ذهنية كبيرة وجراء في التعبير والوصف اهم انك ما تسكت اسمع صوتك بمعنى اخر بدعوك الى تنظيم جدول اعمالك تفادي للاهمال او التقصير خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة انه انت مضغوط خلال هذا النهار نفسيتك يعني شوي بدك تبكي اذا ما بكيتش عندك نوع من انواع الضغط النفس العالي جدا عندك تقصير بشكلك بلبسك بمظهرك بامور كثيرة حاول انك تطلع من هذا الجو وتشحن حالك بطاقة ايجابية اما بالنسبة لبيتك الثاني فانا شايف انه في ضغوط مالية عليك مطالب مالية التزامات ولكن في فرص برضو في خلال النهار تدعمك ممكن تجيك فلوس عن طريق اعمال اضافية او عن طريق مساعدي او هبة تجيك زي نوع من انواع النجدة خصوصا في فترة من الظهر اما بالنسبة لبيتك الثالث ففعليا انت اليوم عندك نشاط كبير وعندك قدرة على الاقناع اللي عنده امتحان او دراسي اليوم جيد اللي بيفكر بالسفر والتنقلات والاتصالات برضو يوم ايجابي جدا لهاي الامور وفي منكم ممكن يفكر في الخروج بنزها لتغيير الجو مثلا فهي برضو ايجابية بتقدروا تقنعوا اي شخص بوجهة نظركم اما على مستوى بيتك الرابع امورك البيتية انت مسيطر عليها بتقدر تحافظ عليها بشكل ايجابي ما في اي خلافات او او ما في سلبي ان انحذرك من شيء معين اما بالنسبة لبيتك الخامس بيتك العاطفي فانا شايف امورك العاطفي اليوم فيها نوع من انواع الحركة يعني عواطفك اكثر من الايام الماضية في نوع من انواع الاهتمام بالحبيب او السؤال عن الحبيب او نوع من انواع التواصل اما بالنسبة لبيتك السادس فانا شايف انه اليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المكللة اليك وبتراقب وضعك الصحي او وضع صحي لشخص عزيز عليك او قريب منك اما بالنسبة لبيتك السابع فانا شايف عاطفية جيدة اليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال اللي بتطلب توقيعك او اهتمامك او الشيء اللي بتطلب اهتمام شركائك بالعاطفة او بالعمل اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف انه ضاغط عليك شوي فدير بالك على مقتنياتك من الضياع او السرقة وحاول انك انت تقلل من مصاريفك في فرصة لكسب بعض الاموال اليوم تجيك عن طريق شراكة او تعويض اما بالنسبة لبيتك التاسع ففي رغبة اكبر بتصير للسفر اللي بعيد او الهجرة او ترك البلاد او الدراسة او الامتحانات اه الاتصالات برضو قوية جدا عندك الفترة هاي فاللي بفاكره بس السفر هاي فترة مناسبة واللي بده عافيزة او تأشيرة للسفر برضو الفترة هاي مناسبة اما على مستوى بيتك العاشر شوي الامور اه على مستوى السمعة اه جيدة بتحصن نفسك بشكل جيد بتقدر تحمي حالك بتواجه اي شخص بشراسة بتقدر انك انت تتعامل معهم بكل صلابة عشان عشان انت تدافع عن سمعتك اه على مستوى اعمالك بتقدر تنجز كثير من الاعمال الموكلة لالك وخصوصا على مستوى الشركات الكبيرة او المؤسسات الكبيرة في نوع من انواع تعاون بينك وبين احد زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل لتجاوز مرحلة معينة اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف في نوع من انواع الضغط الو علاقة باحد المعارف او الاصدقاء يعني بيوترك او بيزيد من عصبيتك او بتحس بخيانته او غدره لالك او انه بتآمر عليك او بيكشف سرك يعني حاول انه انت تمسك عصابك ما في اشي مستاهل ولانه ممكن في خلال الفترة هاي اللي احنا تقريبا 12 يوم هذا البيت رح يظل ضاغط فممكن خلاف يكبر ومن خلاله تخسر معرفي او شخص ما كنت تتوقع انك انت رح تخسره بالفترة او في حياتك يعني فحاول انك انت تمسك عصابك وتدرس الامور بعقلانية اما بالنسب لبيت متاعبك فهو ضاغط عليك بشكل كبير للفترة هاي فعشان هيك في ناس بتتآمر عليك بالخفاء وممكن تتراكم عندك بعض الاعمال ما تقدر تنجز كل اعمالك صحة احد المقربين لا اليك ممكن انه يكون في الفترة هاي في اليك اكثر من مشوار على المستشفى او على احد السجون هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء